ايتم حياة الحياة الدراسية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الأحبة أهلاً وسهلاً بكم مع الدرس الثاني والستين من دروس تعلم الواقع التركية للأجانب المستوى المتوسط الأول يابان جلل ريشين تركيا إسطنبول كتاب بيبير نحن الآن مع الدرس الأول من دروس الوحدة الرابعة كما نرى وعنوانها هو ايتم حياة نعم الحياة الدراسية نستطيع أن نترجمها بهذه الطريقة ماذا سندرس في هذه الوحدة؟ هذه هي البجري لر المهارات المهارة الأولى نعم بجري لرني بيلير ليب أن لطب المه أن نستطيع أن نحدد مهاراتنا وأن نتحدث عنها إذن بجري لرني مهاراتك بيلير ليب تحددها أن لطمك إخبار أن لطب المه والقدرة على الإخبار عنها أو التحدث عنها إكنج بجري المهارة الثانية إيتم حياتنا أن لطب المه القدرة على الحديث عن الحياة الدراسية أستطيع أن أصف دراستي وأين درست وماذا ترست وبماذا تخصصت كلمة كلمة إيتم حياتنا الحياة الدراسية أن لطب المهارة القدرة على التحدث عنها أتشنج بجري المهارة الثالثة دشنج باليرتيب صفون بالماء القدرة على تحديد فكرة والدفاع عنها دشنج فكرة باليرتيب نحددها صفون مك الدفاع عنها صفون بالماء القدرة على الدفاع عنها ما هي المعلومات اللغوية قسم القواعد الذي سندرسه هنا دي البلغيسي القواعد عندنا ظرف في لر الأفعال الظرفية ما هي هي فعل مك إيشن يعني صيغة مك إيشن من أجل عملي قال مك إيشن من أجل القدوم تبهر جيورم أو تبا جستريورم أو أي شيء من أجل القدوم قال مك إيشن مثلا مصي إيشن مثلا عمله من أجل عمله ماذا نقول أعمل كثيرا من أجل قدومه قال مك إيشن قدومه قال مك إيشن على وشكي القدوم مك إيشن على وشكي طيب قرش مك إيشن على إيشن يعني وهكذا بمعنى إيشن أو على وشكي أو هكذا القاعدة الثانية أيضا الأفعال الظرفية مك تنصى بدل مثلا قل مك تنصى أفند أتر بدل أن تأتي إجلس في بيتك وين مك تنصى درس جلش بدل أن تلعب أدرس مك تنصى بمعنى بدل سندرسها بالتفصيل مصنا راما على الرغم من عمله قل مصنا راما على الرغم من أنه جاء على الرغم من أنه أكل لكنه ما زال يقول أنا جائع القاعدة الثالثة أيضا أفعال الظرفية أراما سبيلا أراما سنراما جلجم سأتي رغما عنك أراما رغما عن يعني مثلا ماذا نقول أيضا بابا سنراما أراما 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 اشترى سيارة على الرغم من أبيه يعني على الرغم من معرضة أبيه سبيلا حتى ولو ألسن بلا يبا جام حتى ولو ميت فإني سأفعلها مثلا حتى ولو ربحت مالا كثيرا فلنأترك عملي مثلا الآن الكلمات سندرس الكلمات في موضوع الأيتم في موضوع التعليم وفي موضوع الأكل في موضوع المدرسة هذه هي مواضيع الوحدة الرابعة وهذه هي صورها كما نرى بيكي عنوان القسم الأول من الوحدة الرابعة هو أورانما طرزلر أشكال التعلم أورانما التعلم طرزلر أشكاله عندنا هذا المربع الذي في الأعلى دائما نقول أنه مهم جدا وأننا إذا استطعنا فهمه فسنفهم القاعدة بشكل دقيق لذلك نقرأه بدقة شديدة فهو مع قصره مهم جدا جدا جتمك من أجل الذهاب هذه هي الصيغة الأولى الصيغة الثانية من أجل أن أستطيع القراءة أجل قراءة أجل لكي أستطيع القراءة الصيغة التالية على وشك الانتهاء أو شكته على الانتهاء مثلا الطعام على وشك الانتهاء على وشك انهائي مثلا على وشك ان انهي وظيفتي وهكذا الصيغة التالية بدل ان تخرج الخروج تنسى بدل بدل ان تأكل بدل ان تأكل قليلا نعمل في الرياضة كتير قم مارس الرياضة بشكل كبير وهكذا العبارة التالية على الرغم من الصعوبات على الرغم من من العبارة التالية بالمسينا رغما بالمسي معرفته بالمسينا رغما على الرغم من معرفته يعني على الرغم من انه يعرف العبارة التالية وشك سبلا حتى ولو خرج هنا ميجا قال سبلا وننكونوش ميجا حتى ولو جاء فإنني لن تكلم معه وهكذا السبلا حتى ولو نعم الآن نأتي إلى الجمل الجملة الأولى هكذا حتى يصبح الطعام لذيذا فينبغي أن تضع الكثير من الزيت والدهن كلمة كلمة لذات لي ميك لر الطعام لذيذة يبمك من أجل تحضيرها الزيت أو الدهن بول كويمك لازم لا يجب أن يضع بشكل كثير يعني بول يعني كثير طيب الجملة انتهت الآن الجملة التالية أصلن هكذا أصلن قلب المسيء تشك چلشتك أما أشك بلتي بولمدك حاولنا كثيرا أن نجعلت أصل تأتي لكننا لم نجد تفكرة طائرة كلمة كلمة أصلن أصل قلب المسيء من أجل أن يمكن أن تأتي يعني من أجل أن نجعلها تأتي جوك چلشتك عملنا كثيرا أما لكن أشك بلتي تذكرة الطائرة الطائرة بولمدك لم نستطيع أن نجدها بولمدك لم نجدها بولمدك لم نستطيع أن نجدها صنرك جملة الجملة التالية ألش ورش يبمك أزر إفدان چكتك أزر تأتي بمعنايين المعنى الأول إتشن من أجل المعنى الثاني على وشك مثلا جوشمك أزر على وشك اللقاء إلى اللقاء أما يبمك أزر من أجل العمل يعني إذا جاء بعدها شيء فتصبح بمعنى من أجل أما إذا جاءت في آخر الجملة فيصبح معناها اللقاء أو مو إلى اللقاء يصبح معناها على وشك أو هكذا طيب من أجل أن نقوم بالتسوخ إفدان من البيت خرجنا جملة بتمشترس جملة جوشمك أزر إلى اللقاء جاءت في نهاية الجملة فأصبح معناها على وشك أو إلى إلى اللقاء على وشك اللقاء يعني نلتقي قريبا جوشمك لقاء أزر إلى اللقاء بكي هذه هي الجملة المهمة جدا جدا في مقدمة أو في المدخل إلى الوحدة الرابعة لأن عندنا هزر لكتشلش مص العمل التحضيري ماذا يقول لنا عندنا صورة قبل أن نقرأ الصورة نرى ماذا سيقول لنا يقول لنا إكلي gruplar oluşturalım إكلي gruplar oluşturalım oluşturalım لنشك إكلي gruplar مجموع ثُرائية وَاشَادَكِ كَرِكَتُّرُّ وَهَذَا الْكَرِكَتُّرُ الَّذِي فِي الْأَسْفَلْ اِنْجَلَيَلِمْ لِنْتَأَمَّلْ بِهِ لِنْتَأَمَّلِ الْكَرِكَتُرُ بِهِي الْكَرِكَتُرُ تَارْتِشَلُمْ لِنْتَحَاوَرْ مَهِي الْمُشْكِلَهُنَا عندنا فیل وعندنا قرد وعندنا dolfin وعندنا batrik وعندنا فقما وعندنا وعندنا لأن رجل ماذا يقول لهم يقول لهم عدل برسيشم olabilmesi için herkesin aynı sınava girmesi gerekiyor يقول لهم عدل برسيشم olabilmesi için herkesin aynı sınava girmesi gerekiyor من أجل أن نختار اختيارا جيدا يجب أن تخضعوا جميعا لنفس الامتحان ثم يقول لطفا arkansdaki aja turmanen لطفا arkansdaki aja turmanen هيا اصعدوا على الشجرة التي خلفكم شو منقول بالعربي تعربشوا ماذا نقول يصعدوا على الشجرة يتسلقوا تسلقوا الشجرة التي خلفكم من أجل أن نختار اختيار عادل منكم للتوظيف طيب السمكة كيف نصل turmanen كيف ستتسلقوا الشجرة هذا هذا كلب كيف سيتسلقوا الشجرة هذه فقمة كيف ستتسلقوا الشجرة في نصل turmanen 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 فيجب أن لا نعمل الناس بنفس الطريقة بل نطلب من كل شخص ما يناسب طاقاته وقدراته ومهاراته في التعليم إذن هذه هي هذا هو محتوى الصورة بكي سؤال لك فيديو دا بو متني أكي جاز وإنجلي جاز وترجمة إذا جاز في الدرس القادم سنقرأ هذا النص ونتأمل به ونترجمه بو متني أنا كنسو باشل ندر ما هو عنوان هذا النص هو هيركس أين شكل دم أورانير هيركس أين شكل دم أورانير هل يتعلم الجميع بنفس الطريقة أم هناك أشخاص يتعلمون بالموسيقى وهناك أشخاص يتعلمون بالصوت العالي وهناك أشخاص يتعلمون بالكتابة وهناك أشخاص يتعلمون بالرسم بكي الآن يقسم لنا الذكاء إلى كم نوع نوع نوعين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبع أنواع للذكاء يقول لنا عندنا سزال دلسل زكا عندنا ذكاء لغوي ذكاء شفهي وعندنا أيضا نوع الثاني من الذكاء منطق صال المتماتيك صال زكا الذكاء المنطقي الذكاء الرياضي وعندنا اتشنج ترش او اتشنج زكاء طرزي نوع الذكاء الثالث جورسل مكانصال زكا الذكاء البصري الذكاء المكاني دردون جو طرز الشكل الرابع زكانون دردون جو طرزي او اورنمنين دردون جو طرزي النوعية الرابعة للتعلم هي اصحاب الذكاء المتماتيكسل ريتميك زكاء عفوا موزيكسل زكاء أصحاب الزكاء الموسيقي بعدها الزكاء الكيشيسل الشخصي بعدها جمد الجهاز لذلك لن أستطيع أن أكمل كأنها كانت ستة ليس كذلك المهم درس اليوم انتهى لا تنسوا استخراج الكلمات الغريبة وحفظها وكتابة ما درسناه وقراءته بصوت عال ولا تبخلوا علينا بنصائحكم واقتراحاتكم وانتقاداتكم البناء على العنوين الموجودة في مربع الوصف نتمنى لكم دوام التوفيق دامت البسمة مترقصة على شفاهكم والفرحة مليئة لقلوبكم ودمتم بصحة جيدة وبكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته